أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن دعم إشراك القطاع المصرفي في تمويل المناخ وصياغة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لخطة استثمارية من أهم مجالات التعاون القادمة وخلال لقائها بالمدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر يانكي جيل مارك استعرضت وزيرة البيئة نتائج زيارته لمصر وذلك في إطار تعزيز التعاون المشارك وتحضيرات استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم كوب 27 وخلال الاجتماع ناقش الجانبان سبل ترجمة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 إلى خطة استثمارية